بس لو كلمتك على المستوى الفردي للحكام بعيد بقى عن كل الأمور دي على المستوى البدني وعلى المستوى الفني هل يتساوى بحكم أوروبي مثلا زي الحكم اللي في الدول الإنجليزي؟ هو ما يا كابتن كريم أنا عايز أوصل عشان بس يبقى الحوار الناس كمان تفهم أنا عايز أوصل بالحوار أنا عايزك تقول لي إيه الطريق اللي يخلي حكامنا المصريين اللي من كلهم نفخر بيهم يبقوا زي حكام إنجلتورة وأوروبا يعني لو في نواقص ممكن تشاول عليها لو هي ما عندناش نواقص فتقول لي برضو أن احنا ما عندناش نواقص وإحنا زي الحكامة والدول الإنجليزي عندنا نواقص وعندنا بعض السربيات أولا منها منها الهجوم على التحكيم الهجوم على التحكيم أنا عايزك تفهمني في اللي أنا أقصده ونفسي وركز في اللي أنا بقوله لك وعشان إحنا إحنا الاتنين نوصل لحاجة وعايزين نوصل لحاجة من غير السادة المشاهدين يفهموها من غير ما نقولها ياريت ياريت فضل هناك بعض العناصر يجب أن تبعد تبعد حتى يتم السيطرة على الأداء التحكيمي يعني أنا كابتن كريم مسؤول مدير كورة أو رئيس نادي أو عدو مجلس إدارة أو نائب رئيس نادي كل ماتش بتخسره بتطلع تهاجم التحكيم بتعمل لود على الحكام نفسها بتعمل مشاكل على التحكيم نفسه لو أنت ما ضربتش العنصر ده بإيد من الحديد فأول مرة وجيه هيطلع محمد هيطلع توفيق هيطلع سمعين هيطلع بقت المنظومة كلها مستباحة مستباحة ونجوم على التحكيم طبعا إنما لو أنا الحكم أنا عندي لجنة بتقايم على الحكم اطلع تعالى قايم أداء الحكم الحكم ده أنا لازم أطلع أقول أنا عندي الحكم الفلاني غلط في اللعبة الفلانية يا نادي ما لاش أقول على النادي يا كابتن كريم يا اللي مسؤول على النادي الفلاني الحكم بتاعي غلط في اللعبة الفلانية وفعلا الفار واحد اثنين ثلاثة إنما أنا سايب التحكيم مستباح من كل العناصر اللي موجودة ودخلنا دلوقتي في السوشيال ميديا يعني بقيت بقيت الأندية والسوشيال ميديا وهناك السوشيال ميديا موجهة فيه تبع النادي الفلاني تبع النادي العلاني تبع النادي الترتاني وهو كده كده كابتن واجهة خلينا منطقيين جمهور الكورة عمره مدعم حكم يعني جمهور الكورة على السوشيال ميديا أو حتى مش على السوشيال ميديا ما بيطلعش يقول برافو للحكم كده كده لو أنت خسران هتهاجم الحكم لو أنت كذبان مش هتشكر الحكم أصلا يعني فكده كده الحكم وهلاك فاهم ده كويس الحكم ملوش مشجع ملوش جماهية تمام يا كابتن كريم هذا منطقة عبد السلام عك في قصة المسؤولين طبعا يا كابتن كريم حضرتك لو أنا عايزة أتكلم على الإعلام والإعلام عندنا كل القنوات الناقلة للدور المصري وكل القنوات اللي بتحلل الدور المصري لو كلنا ادينا التحكيم حقه في نجاح التحكيم في نجاح التحكيم مما يكون التحكيم ناجح وبيقدي كويس ودينا له حقه هتدي انطباع عند الشارع أن التحكيم ماشي كويس إنما لو إحنا وبخص برضه للمحللين محللين التحكيم مش عايزين برضه مش عايزة أقول ومش عايزة أقول لهم أن يروح أن أوجههم شمال أو أوجههم يمين لا ولكن عايزة أقول الألفار يا جماعة يا زميلة يا حكام يا ألفار هو تقديم النصيحة تقديم النصيحة الوطحة للحكم للحكم عشان يقضي لغاية القرار إنما عمر الفار ما كان على صباع عمل اتشارت كده أو الصباع زق زق اللعيب عمر ده الفار ما كان كده إحنا بنتفرج عالدولة الإنجليزية عمرنا ما شفنا الفار تدخل عشان اللعيب زق اللعيب صباعه صح أنا بتكلم عشان كده في البداية إحنا اللي وصلنا ودينا المعلومة للحتة دي إحنا اللي وصلنا إن نوجهنا الفار بالشكل ده لو الفار كان يتوجه إن إحنا المحللين والمسؤولين عن التحكيم بما فيه ومنع جينا تكلمنا على منظومة التحكمية للفار نفسه أول شرط أن يقدم النصيحة النصيحة الواضحة النصيحة الواضحة التي لا تقع تحت نظر الحكم شوف هذه العنصر مش الزقة بالصباع لو إلحق فيه واحد زقة تبقى حاجة واضحة يا كابتن كريم هناك بعض الماتشات بيبقى الفرقتين والمحللين الفنيين اللي بيشتغلوا في منظومة القنوات بيطلع وقولوا التحكيم ماشي كويس ويطلع المحلل يقولك بس ده الفغد ده أثر على قدرة اللاعب أعاق اللاعب والمحلل يطلع يقول ده ركل الجزاء تلاقي النادي بعد ما النادي بمعمول معه مدخلة في نفس القناة وبيقول الفرقة ما كانتش كويسة والكلام وبيكون المدير الفني وكلام ده أما بيطلع يلاقي المحلل التحكيمي بيتكلم يقول إن اللاعبة فيه ركل الجزاء بيطلع ينقالب أنا خسرت بركل الجزاء وتاني يوم تلاقي شكوى النادي بقعت شكوى في الحكم دي مهمة جدا مهمة جدا أنا تفهم مع حضرتك أنا سبتك تقول كل ده عشان ما أطعكش زي ما حالك قلت تشرح للناس واتوضح هذا الأمر شكرا